نترك لكم المدينة وما فيها خلاصة بيان كتائب أبو العباس التي أعلن قائدها خروجه مع أفراده نهائيا من مدينة تعز ففي مساء الخامس والعشرين من غصة الحالي وجه أبو العباس في بيانه نداء إلى جميع قادة وأفراد كتائبه نيته الخروج نهائيا من المدينة مطالبا في الوقت ذاته القيادة الشرعية والسلطة المحلية بتوفير وسائل النقل وتأمين خروجه وأفراده خلال أسبوع وكان من الملاحظ أن أبو العباس جعل الإصلاح السبب الرئيسي في خروجه من المدينة نحن وعوائلنا سوف نترك المدينة لحزب الإصلاح يقول بيانه لماذا قررت الكتائب الانسحاب فجأة من المدينة؟ بالنسبة لأبو العباس فإن خروجه يأتي حفاظا على دماء المسلمين بعد أن ضحى من أجل الدين كما يقول وسهم في دحر الحوث كما يؤكد بيانه لكن سؤال ساعة تعز هل انتهت مهمة الكتائب الموكلة لها من داعمها الإمارات هنا أم هي نتيجة تغير في موازين القوى لغير صالح الكتائب خصوصا بعد سقوط أكثر المناطق من يدها وعودتها للجيش والأمن كانت تعز قد شهدت مواجهات عنيفة بين الجيش وكتائب أبو العباس بسبب ما اسمه الجيش تمردا عليه وما اسمته الكتائب غدرا من رفقاء السلاح لكن إعلان الخروج المفاجئ والغامض لأبو العباس طرح سؤالا مفاده هل سيكون هذا الخروج نهاية لأزمة أم بداية لأخرى؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر